السلام عليكم اشتركوا لحم وحسكوا قليل هلأ طبلتوا انا بتابلت الماسالة او معجون التندوري انا مسبقا نزلت طريقة عمل هاي التابلي باستخدمها للحمة للسمك للدجاج شايفين هذا هو المعجون بحفظه بالبراد مع الزيت وقت الحاجة باخد منه اللي بدي اياه هلأ مشان ما رجعكم للفيديو انا عملته نعيني مشان شوفكم ياها هو منكون من عدة بهارات ملعقة شاي لكل من فلفل ابيض كمون كاري وكركم اوريغانو كزبرة وفلفل اسواد فلفل حمره حلوي وفلفل حمره حدي وتوم بودرة بصل بودرة وزنجبيل اذا ملعقة شاي لكل نوع من البهارات اللي ذكرتها بنحركهم مع بعض بعدين رح نحمصهم بنحطهم بمقلاي مع تحريك مستمر اول ما تطلع ريحتهم تفوح هاكي بسكر الغاز يعني بياخدوا دقيقتين مو اكتر من هيك وبضيف عليهم بعدين المعجون بدنا انضلع منحرك فيهم وبذكركم النار كتير هادي هلأ رح نضيف عليهم ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطم او دبس البندورة وتمن كوب مقاس من زيت الزيتون بعادل ملعقة ومص طعام كبار من الزيت فيكم تحطوا زيت نباتة وزيت زيتون مخلوطين بنرفعهم على النار ونجمعهم مع بعض هيك ونحفظهم بوعاء نضيف ومنحط على وجههم زيت ومنخليهم عدة اشهر بالبراد وقت اللي بدنا ناخد معلقة حسب حاجتنا ونرجع منزيد الاطرميز على وجهه زيت حتى ما ينشف او يصير عفوني بعد كل استخدام طبعا انا هون عاملي كمية كبيرة عاملي ملقة طعام كبيرة لكل نوع من البهارات اللي ذكرتها مع 3 ارباع الكوب من الدبس البندورة ونصف كوب مقاس من الزيت النباتة وزيت الزيتون مخلوطين مع بعض ها هي زين التابلي اخدت منها هلأ معلقة اضفتها على بضع من حصوص التوم يعني متل على الخمسة لست حصوص وقطعه وسط من زنجبيل حطيت رشة ملح وهلأ طحنتهم بهالشكل هذا اضفت ملعة التندورة متل ما شفتو عليهم وهلأ نصف ملعة طعام من الشطة او دبس الفلافلي وربع كوب من زيت الزيتون ملح حسب الرغبة واخر شي عصير الليمون وعصير تمر هندي رح احطهم قبل استواء السمك والبطاطا بنصف ساعة تمام هاي التابلي انا هون اشرت بطاطا حسب الكمية مثلا انا هون اشرت سبع قطاع مأسون وسط رقائق كمان حطيت بصل فلفل حار وفلفل حلو تبسكم كمان شرائح من البندورة هلأ بدنا نحط الخلطة يلي حضرناها فوق البطاطا والخضار يلي زكرناها بالنسبة لسمك السلمون انا عندي اتنين كيلو عملت لهم نفس التابلي ونفس الكمية وطبلتهم قبل عدة ساعات وخلتهم بالبراد منقوعين هلأ بحط البطاطا بالصينية بكون مشغلة في فرن على اعلى درجة حرارة ومنشغل اذا فينا من فوق ومن تحت او من تحت بعدين منشوي من فوق منشوي البطاطا بالاول لانه بتطول بينما السمك ما بياخدوا ادي كتير لهيك رح احط البطاطا نصف ساعة بعدين السمك شايفين هذا السمك جاهز اذا رح دخل البطاطا الفرن تاخد هيك نصف استواء بعدين مضيف السمك هاي السمك تقطع بهذا الشكل وقتلكون التبل بنفس التبلي هلأ البطاطا حطيتها انا 35 دقيقة اخدت نصف استواء رح ارتب السمك والفرن رح يكون نفس الشاش غال من الاعلى والاسفل مع بعض حتى تستوى البطاطا اكتر من تحت وكمان السمك اليوم بشتغل عنده الفرن من الطرفين بده يضطر يشوي البطاطا بشكل كامل بيبقالها شوي يعني استواء من الاعلى منحط السمك عليها ومنشغل الشواي بس اخد السمك استواء منقلبوا على الجهة التانية ومنحط عليه عصير ليمون نصف كوب ونصف كوب تمر هندي هدولي ضروريات انا بعتزر ما قدر تصوركم هاي المرحلة مشان يعطي هيك طعمي طيبي وحمودة وترطيب للسمك تمام هاي السمك قعد 3-4 ساعة ما بيطول كتير والبطاطا كمان استويت وتحمرت مع عصير الليمون والتمر هندي طعم ولا اروع من هيك بتقدم مع السلطة ممكن مع طبق مقبلات مثل محمرة او بابغا النوج ممكن صوس طراطور اللي هو عبارة عن طحيني او راشي مع سنايتين توم عصرة ليمون رشة كمون وفليفلي وملح وشوية بقدونس ومعلقتين مي بنخلطو مع بعض وصير هيك صوس جنب السماك كتير طيب وبس هدا هو فيديو اليوم بتمنى هالوصفة تكون يلا لاتعجابكن وتجربوها رح اترك لكون رابط تحضير معجون التندوري او المسالة هاي خلطة الخاصة لتحضير دجاج واللحوم والاسماك مع الدجاج منضيف لبان زبادة مشان تشوفوه بالتفصيل وطريقة الحفز بتشوفو الرابط اسفل الفيديو بصندوق الوصف صار لازم ودعكم بشكركم جميل حسن وتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة